الحلقة داخلة ترند داخلة ترند الحلقة دي مسيطرة نعم مسيطرة واليوم وفعنا رسالة لطاقم اودا في التويتر عن طريق حسابنا اي اي شو على هاشتاغ الحقيقة وراء روجة حساب اي اي شو تلقونا في الوصف اضغط ادخل التغريدة اللي احنا سألنا فيها طاقم اودا السؤال المهم وهم كانوا قيليننا من قبل انهم جاوبوني الاسئلة دعموا سؤالنا بلايك ورتويت واخذ الاجابة الصحيحة مع اني الحين انا ما احتاج منهم اجابة صحيحة لان انا اجاب لكم الاجابة الصحيحة روجر سرق وانحاش من البيج مام ولا روجر خذ غصب عنها الحقيقة كانت سهلة وواضحة قدام الجميع ما احتاج الانيمي اكدها ولا احتاج المانجا تنفيهها مكتوبة وفي المانجا خلونا نبدأ فريق الاثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق طبعا احنا وقفنا الى ان وصلوا تقريبا تقريبا حدود تينو جيماء لقبل سورة جيماء لقبل سكايبيا وتبدأ الحلقة هنا بهدفهم في الذهاب ولا زال التشابه القوي بين نحلة لوفي وروجر ما قالوا حق روجر الى اين ستذهب قال سرق زي ما قالها لوفي انه سنتوجه الى السماء اودن قاعد يعيش اشياء جديدة اشياء غريبة بالنسبة لها اودن يعني مبطبيعي بالنسبة لها السماء يعني وانمودي النار مثل العالم يشوف العالم بعيون روجر طبعا قبل ان يتوجهون شاف كوركس او بعد منزوله بس اعتقدنا قبل ان يتوجهون شاف كوركس يعطي روجر ابرة ويقول روجر مجرد زكام قال اي زكام بقيلك سنة في حياتك بقيلك سنة اودن فهم ان روجر حني بيعيش السنة هذه بكامل مقومات يعني عندنا شغف انا بيعيش الحياة وانت عندك سنة تبتعيش فيها الحياة كلها ترى شيء ان واحد عارفنا فقيلة سنة وقاعد يبتسم ويضحك الضحكة هذه والتحدي ويعتبرها زكام بالنسبة لها صراحة شعور ما اقدر اقدمها في انطبال شعور ما اقدر اوصفها في انطبال ما اقدر اوصفها وانا مبتسم اوصفها وانا ابكي اوصفها وانا متحمس اوصفها وانا غاضب الله لا يعيشنا الشعور هذا ما بيعرف اوصفها حتى ما بي افكر كيف اقدر اوصفها ولا بيعرف الله يشفي كل مريض ويعطي الامل لكل شخص وكل يائرس ويفرج كرب الناس ما بي افكه بهالحساس يعني كيف امدحى كيف كل يقدر قولها يكاتب رسم شخصية اسطورية كاتب وان بيس رسم شخصية اسطورية في المشهد هذا واضح ان لا زال اودن ما شرح قصة توكي لروجر اودن قاعد يستغب من كل شيء ولا علق على البيضة اللي ستغلينت روجر ما علق عليها اودن وتوكي ايضا روجر ممكن لا زال يعتقدها امرأة عادية فلما توجهوا الى جزيرة السماء وفي جزيرة السماء راحوا الى الحجر الاول لتحت المدينة طبعا تلاقوا وشفناها مروا على الممر اللي كان فيه واحدة قزمة تصور وقال هذا الدخل مخالف او غير مخالف لا هناك غير تلك الموضوع لان وقتها ما كان انه موجود فوصلوا الى جزيرة السماء استقبلهم الملك والملك كان وقتها فيه صراع بينهم بين الشاندين وتعمده في ذكرات انه لم يجلبوا ما يصابه بين الشاندين والملك قال نواجر علمهم وفهمهم بس يقول انا خطأ اني ما استمعت له لكن لماذا تعمده لا يجلبوا شيء عن الشاندين لا ادري المشهد المضاف هو هرب اودن وشانكس وباقي من الارفع يعني ما شهد كوميدي هل كانت عقوة او لا؟ اودن توقعت الخنزير في وانه ماذا طبلك؟ ما شهد كوميدي؟ وخلصونا منا وصلوا الى الحجر البرونيقلف الاول اللي كان موجود تحت جرس وقراه اودن وقالوا اكتبوا او اكتبوا تاريخ بقلوبكم نحن اللي سطرنا التاريخ اتبعوا قوعات الجرس وقالوا الى الحجر الثاني وهنا الشرح اللي نقال في حدث البقمام ان الحجر البرونيقلف انواع حجر يعطيك معلومة حجر يعطيك ارشاد وحجر الطريق الارشاد قد يكون مهمة وغير مهم يعني هذا حجر ارشاد ما عطاهم معلومة نصيحة وارشاد واصعدوا للأعلى وصلوا للحجر الأعلى اللي عندي الجرس الذهبي بقي قال ابيه قال القائد ما عندي وقت حق هذا الشيء ما عندي ما عندي ما يفاضي تبيه ارجع له بعدين حقق حلمك ورجع له صرق بطان ورجع درس يبني الجيل الجديد تبيه كنوز صرق بطان ورجع ما تدري يا روجر انه ما عرف يدخل القروندلاين ما عرف يرجع القروندلاين كان يبيه خريطة وباقتها من نامي عشان يرجع القروندلاين يبيه خريطة الزبدة ورجع عند البونيقليف ذهبي قال حق اود نقواه وكتب اذا روجر لم يتحدث مع البونيقليف زي ما قال ريلي ونظريتي ومفهوميتي طلعت خطأ 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 ومضات تحلة روجر كان مفروض ان الحلقة هذه تطلع فيها بعض المعلومات على كلام ماجد ومن هنا يقول لي خلاص تقدر تبدأ تسوي الومضات بس يقول ماجد تصار فيها تنطيط نبدأ نتسنى الحلقة الجاية بعدها نبدأ نسوي ومضات روجر للأسف لكن هنا جاء الشرح عن البونيقليف الذهبي روجر يسمعها يعرف مكانها وتقول له لحجار المعلومات اللي فيها عظيمة او غير عظيمة او تتكلم عن قوة تتكلم عن طريق بس شنه اللي فيها ما تقول له كان بحاجة الى شخص يقاله اذا ريلي لما قال تحدثنا معها يعرفنا طريقها بالتحدث وهنا كان قصد البيجمام قدرة روجر الغريبة اللي سبقني بها ان انا علي ابحث عن الحجار اجمعها بالصدفة القاها واصل افريقا تبحث عنها وهو بالسمع بالسمع يعرف ان مكان الحجر يروح له ويعرف الحجر هذا شنه اللي فيه هذا قدرتها الغريبة وهي تبي تفعل تقنية الحين عند بودنج هل تقنية بودنج هي اللي تسمح لها تقرى اللي على الحجر ام انها تعلمها اماكن الاحجار بالنظر طيب ليش تحتاج تقنية بودنج الحجر اللي في اليوجل الجيينة الحجر اللي في اليوجل هذا اللي بتحتاج فيه تقنية بودنج فروجر قرى وكتب ان انا مريت من هنا مما يعني ان روجر كان يخطط للجيل الجديد في رحلته الثانية كان عارف انه بيكتشف اشياء لكن بيضطر يستنى الجيل الجديد فتقدون قلنا سواه مبار الاحتياط يمكن ما كان متأكد من وجود الجيل الجديد لكن هذا الشيء اللي خلاه يقول الودن اكتب وهم نازلين انزلوا قريب من الوتر 7 المنطقة ينزل فيها روجر عندما نزل فيها لوبي كانت واقع 沒有 قاعدة البحرية وكانت هذه القاعدة اللي لوبي سوا فيها حبتين الميم بيتشاهر وكان هذا اول فلر تظهر فيه شخصية رئيسية او يتكلمون انه انت اكاينو وتكلمين فيها اكاينو كان فلر القاعدة البحرية هذه dashboard تدود روجر Cool Pro 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 ممكن انهم تأسيسها بعدين انزلوا لا تزعونا نظيف ان لوبي روجر كان لشه مفين في نفس الرحلة بل زي ما قلت لكم قالوا من قبل روجر بقيلة سنة روجر لسه موصل العالم الجديد ثلاث سنوات في العالم القديم لوفي ست شهور لوفي بالصدفة والحظ السعيد اللي قال ميهوك أن حليف له الحظ قدر يوصل في أقل من ثلاث سنين روجر مع أنه خبير بالمكان وعارف المكان ويقدر يوصل أخذ ثلاث سنوات وكان روجر إلى أن نزلوا من سكايبي يجبونا دائما يشوف اللوكبوس ويقرر وين بيروحون بس ما كانت اللوكبوس الواحدة كان عندها اللوكبوس الثلاث اللي مشهورة في العالم الجديد ليش روجر يستخدمها في العالم القديم هذا يأكد لكم مبدأ سلسلة العودة للصفر رجعوا لها وهشيب أتكلم عنها في رمضات روجر روجر يستخدم لوكبوس يستخدم في العالم الجديد لكن في العالم القديم بارة الجراند لاين وكان ينتظر اللوكبوس بمجة تأشرهم وين ويصلو Hunter لأن القانون اللوكبوس في الجراند لاين قانون لا يكثر حتى هناك عالة في المكان خبير في المكان الجنود من البف كانوا يحتاجين لوكبوس بشكل روجع六عة سكايبيا كانوا يحتاجون لوكبوس بشكل روجع六عة الوكبوس أرباستا جنود البف هل لقيزون عن العالم الجديد هل حاليا للعالم القديم هي مهمة قراصنة ومع ذلك يحتاجون للوقبوس فالوقبوس قانون لا يكسر أي أن كنت لا تقدر تكسر قانون للوقبوس أنها في جزر تطلط تستطيع فيها سنة أو سنتين إلى أن يعين لك تيار ترحل فيه وتمشي فيه عشان كذا القراند لاين هو مقبرة السفن ننزل روجر تضررت سفينته فقال بنروح إلى شخص يصلاح حوان فيه في الوتر سيفن الشخص هذا هو تومتون اللي صنعها من الأساس مما يؤكد النظرة أن روجر دخل الجراند لاين وصل إلى نهاية العالم الجديد خرج ورجع الوامضات اللي سويتها من زمان قبل أن يطلع أي شيء في الأنمي أو المانجا اللي يسمها العودة للصفر وفي زواء مرايا وأركان ملك القراصنة والعودة للصفر سلسلتين تلقونهم في القناة أكتب في البحث وينبيس العودة للصفر ووينبيس مرايا وأركان ملك القراصنة أدخل استمتع وراح أجمع السلسلتين تلقونهم في حلقة اسمها رمضات رحلة روجر روجر توجه إلى الوتر سيفن والأزال يمشي لوفي في خطة روجر للحين لوفي شفنا مشاه نفس خطة روجر وصل لتومسان الغريبة منهم الآن أودن قبل فرانكي كيف فرانكي مو بذاكر أودن؟ كيف فرانكي مو بذاكر روجر؟ هل الحادثة اللي صارت لمسحت شيء من مخة؟ ولا يدنا كانت تكلمون عن روجر في هذا الوقت ففرانكي قال ما أبي قراصنة ولن أثق في قراصنة لأن أنا تخلى عن القراصنة وهم قالوا طار عائلة فرانكي النربوك وصار معروف البحر وهم يتخلوا عنه لأنه كان مثير للمشاكل ورجعوا لحلقتي عن رمضات فرانكي ستشوفون نظريتي ونظريتي عن فرانكي فحل العموم هنا تكلمون عن رود بونيغلف في سفينة روجر والذي يشرح الطرق لأنهم بيرحون لليوجن يشوفون رود بونيغلف هناك خلونا نوصلها بلد الترتيب طلعوا من عند تومسون توجهوا إلى وين اليوجن منزلوا عند اليوجن وقال روجر أنها المكان جيتها مع الشرهيقي وراحوا طبعا قد قرعوا عن بوسايدون فوق وراحوا ووصلوا إلى حجر البونيغلف لكن وهم في أثناء الرحلة يسمعون ملوك البحر يقولون سيولة قائدنا الجديد إذ بهم يقصدون شرهوشي أنها قربت ولادتها مع أنه لسه أبوها ما تزوج أمها ادخلوا من البوابة الخاصة وكان عندهم نبوء أن البوابة راح تحطم وكان يظنون روجر هو اللي بيحطمها تفاجعوا أنه مش روجر ملوك البحر هذا برضو مشابه للوفي لوفي لما وصل قلت هذا اللي راح يحطم اليوجن بس في نبوءة لوفي قالت لوفي في نبوءة روجر صاد في وصوله نبوءه أنه ستحطم البوابة فيه تشابره فيه تشابره لكن في لوفي أدق أسرع أقوى ليه لأنه هو الفتى المختار هو فتى النبوءة فروجر ماني بمهتم بنبوءاتكم ماني بمهتم شهر شي لا تكلمني عنها مما يؤكد النظر أنه فعلا كان هدف الكنوز لسه ما بعد يوصل إلى شيء عن حقيقة العالم لسه ما بعد يوصل إلى شيء إلى السلاح لسه ما بعد ما بعد فيه شيء ونا نعتقد أن الحقيقة والسلاح راح تزع في عقل الواجع طيق توكي روجر الحنك اللي يتكلم أبي أوصل مكان المملكة هادي ابي أوصل لكنوزهم أبي أوصل لكنوزهم أبي أوصل لاحلام الأطفال اللي قال عنها رحوا ونتفاجأ حجرين وهنا المظوظ موجود معايا ويقول ياتاااااااااااااااااااة مع tile ياتاااااااااااااااااااااااااااة أصخ عنك يا خوي formation ماجد يقول لنا لما طلعت في المنغا جابوا حجرين ما كانوا ملونين كان ماجد يقول الحجر الثاني هذا المرء شافه لوري مختفي لما وصلوا بي من الحجر الثاني مختفي الحجر هذا هو رود بونيغلف كثير اعترضوا عليه كثير نقشوه كثير سفه وكلامه ماجد جاب لهم وهو يا عبد الجليل أدلة كثيرة من ناحية طريقة الرسم الألوان والشرحات وتتوضح أن هذا رود بونيغلف لا أحد مقتنع نهائيا لا أعلم لماذا يعني رجال سوى نظرية لا يوجد شيء منطقي يعترب لماذا الناس لم تقتنعت بكلام ماجد لماذا الناس اعترضت عليه؟ ماشاء الله تحليله منطقي وسلس لا أسمعت ماذا على العموم بهذا المهم هنا ماجد قال الأنيمي سوف يوضح وهنا أرجع وأقول الكلمة بالنسبة للأنيمي هو النتيجة النهائية اللي أمشي عليها تقدر تسمع الكلمة ليس تقراها وتفهمها غلط تقدر تسمع الكلمة تشوف المشهد تشوف اللون الكاتب قال أنا أعتمد على الأنيمي الكاتب نفسه قالها يعني ما يحتاج ناقش الموضوع بشكل أكثر قروا روجا كان مركز على رود بونيغلف أودين قرالة المعلومات التي قرأتها روبن أن هذا وعد جوي بوي كتب قال أنا ما يهمني بوسايدون بنتك لما عرف بوسايدون طبعا هو مدعو بوسايدون إلا من سكايبيا ليس من هنا فمو مهتم بجوي بوي وعدة لهم ولا ببوسايدون قال الناس اللي صنعوا السلاح هذا الناس اللي وضعوا السلاح هذا أبي كنوزهم فقط عشان كده أنا مهتم بنتك أماني أرجع أخذك السلاح لدخل هنا الكلام لما أسألها متى تولد؟ عشر سنين روجر حط التايم لمت عشرين سنة أول عشر سنين خاص تأكدنا اللي هو ولادة بوسايدون العشر سنين الثانية ليش؟ روجر حط الليمت التوكي وبدو والجميع عشرين سنة العشر سنين أولى ولادة بوسايدون زيادة عشر سنين ليش؟ هل هي ولادة لوفي؟ زيادة على ولادة شهر وشي؟ رحلة لوفي فيه أشياء تجي في الفلاشباك هذا من الفلاشباكات المجنونة ممتع رغاني أغنية بروك اللي كنت أظن بروك مألفها لا الأغنية طلعت مؤلفة من قبل مشهورة ممكن بروك مألفها ولكن بروك ترى أقدم من روجر في البحر فممكن بروك ألفها ان شهرت وصارت مشهورة عند القراصنة المهم روجر لما عرف النبوءة وخرج من جزيرة اليوجن وبدأ يتكلم على سفينته مع أودن عن الرود بونيقلف عرف أن أودن عندهم في وانو رود بونيقلف وفي زارو رود بونيقلف وهنا سيكون الوجهة لكن انفجع يعني سكتين سكتين وما يدون يا روجر شو دراهم بس أنت أيضا يعني يحتاج أن يكون المسافة معينة عشان يسمع الصوت ويعرف الحاجة وش فيه يحتاج أن يكون المسافة معينة هالشيء صار المومونسكي في زارو حين الريد بونيقلف مومونسكي يحس بقوة الريد بونيقلف والنقاعد كأنه يكلم هنا الشيء الجديد العموم روجر قال عندنا واحد من الريد بونيقلف وواحد في وانو زارو واللي عندي أخذته بالقوة من البيج موم وباقي واحد وأنا عرف مكانه اللي هو في اليوجن رحوله في اليوجن الباقي واحد عرف مكانه هذا اللي رحوله في اليوجن كيف أخذته بالقوة في المانجا؟ قال سراقته مكتوبة بالترجمة ستيل بالانجليزي ستيل ترجمة فيزميديا الأصلية واللي كلي يناقشني فيها ترجمة فيزميديا فيزميديا وأنا أقول أنا ما عندي اعتراض على ترجمة فيزميديا أنها الترجمة الأصلية أنا يهمي المعنى الياباني بس ما كان وقتها عندي شيء أقدر أناقش فيه هنا روجر قال ستيل في المانجا فخلاص روجر خاف من البيج مام أضعف من البيج مام ستيل مو بكل سرقة لأنك أضعف روجر بنفس قوة الويت بيلد كمان يعني سرقة ما لأ خرق عليها هنا لا أخذته بالقوة طيب هل هذا تصليح الكاتب غلط؟ هناك قال سرقة وهنا قال أخذته بالقوة لا مشكلتنا إحنا كأوتاكو عرب نأخذ الترجمة الإنجليزية علم المفردات كل مفادة لها معنى وكل مفادة تستخدم في مجال فلما أجي أترجمها إلى لغة ما فيها التوسع المفادات مثل الياباني والعربي لغة متوسطة مثل الإنجليزي أخذها إلى لغة واسعة يضيع المعنى مما يعني عندنا مثلا في اللغة العربية عندنا السرقة كون من بشروط وذيليل ومن مكمن ومن مخزن وبدون علم ولا تفوق هل أنت أضعف أم أقوى وكذا عندنا الاختلاس وهو السرقة من أمانة مؤتمن إليك عندنا السلب عندنا النهب عندنا الغصب أشياء كثيرة شيء تضع فيها القوة شيء لأنك مسافر شيء يؤخذ من البيت شيء يؤخذ من المكمن في اللغة اليابانية الكلمة اللي قالها أوبتا 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 هذه الكلمة اللي كثبت بالياباني في المانغا وقالها في الأنمي أوبتا طبعا أول شيء أحب أشكر أخوي أعتقد أن ما فهد أو خال صاحب حساب التوتر ماجد فرجاني قال أن هذا أول من شرحها أيام المانغا في ناس واجد مقتنع حتى بكلامه مسكين الآن أخوي حبيبي هنا أنا أدافع عن رأيك رأيي ماجد وأقول لك أحسنت أنت فاهم صح وتأخذ من المصدر صح هذا أحسابه أشكرك أنت وتك رائع وما يؤرونه نكامدا ورجع قال أوبتا أوبتا باللغة اليابانية هي السرقة بالغصب يعني زي ما نسميه سلب السلب طبعا سيقول لك أنا سلبتك يعني جيت أخذ شيء هذا من الغصب لما كنت أعتقد فيه رحلة أعتقد النهب أني أخذ منك بالغصب بس في غارة على مكانك وفيه الغصب أجيك وأخذه من يدك بالقوة هذا بالعربي بالياباني السرقة بالقوة والغصب تسمى أوبتا أعتقد لو أن المقصود أن السرقة خلصة ذلك اللي يحط خرقة على الخاشمة وقاعد يمشتها يو 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 وهذا طبق ما انهجل 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 هذا يسمونها أوسوندا يقولون كذا أوسوندا أعتقد بالياباني معناها سرقتها بطريقة خلصة وخوف فروجر قال أوبتا سرقتها غصبا عنها عندما جاءوا صورة البيغمام كان البيغمام عليها قبعاتها اللي فيها روح نابليوم وهذا بعد ما أسقط طاقة ماروكس يعني وصلت مقايس القوة كبيرة وخذ رغما عنها البيغمام مو معناها ضعيفة ولا سيئة ولا سخيفة لكن إنها أقل من روجر فقط هذا الملك وقد أشوف سفينة روجر وأتفاجأ هذا شخص لسه ما وصل إلى نهاية العالم والوان بيس وحقق أحلام كثيرة شفت من كل العرق في سفينة واحد تقريبا مو بزي البيغمام اللي كنت أحلم فيه بس من كل العرق عنده شيء هذا حلم البيغمام عائلة مترابطة حلم الويت بيرد وحر في البحار حلم مين شانكس أسقط طاقة ماروكس وقدام بيسقط طاقة مشيكي والند الأول للويت بيرد القوة والسيطرة حلم كايدو وحلم الجميع حقق الكل المجد الشهرة المال ولكن روجر في رحلته هنا كان مو مهتم بالقوة مهتم بالمجد والمال القوة والشهرة لسه ما بعد يحطينا عليهم لسه ما بعد يفكر فيهم خرج روجر من يوجن ولذلك كما قلت لكم قامة التنين أو أفعى البحر وخرج سمع رسالة في الراديو الرسالة هذه من كاييمون هي الرسالة التي أخذتها البانك هازرد هناك قابل كاييمون ومشا لوفي على المصير الأفضل له روجر لا راح الجزيرة اللي مار عليها عروج لما طلع من يوجن واللي فيها صواحق وكذا وجبها بشكل كوميدي كان يقول لك فعلا تغير الطريق ولكن ليس مهم الجزيرة هذه هنا تنتهي الحلقة هنا النار تنتهي الحلقة هل غطيت يعني كل الأشي المهمة اللي جاءت في الحلقة ولا لا ماني بداكر حتى الحلقة دسمة بس طاقة موجة الأشكال اللي فيه واحد كالماعز واحد مثل عماليقة البف بس الكسير واحد شعراء وردي بس القباح القطر والله مألوف آه وبشعر أحمر هالي كان فتاة شانكس باقي لما جابوا مشهد كانوا من قبل جاي باقي يقول هذا القطب أبرد وشاكس يقول قطب أبرد وجاه مرين يضربهم قالوا هم ارحلوا وشوفوا انتم شل أبرد لا تكونوا ضيعون الكلام ما في وقت حياتكم أفضل منكم ضيعون الكلام راح تجرب عيش أبحر هذا هو الكلام أبحر حلقة قد ما فيها كوميديا فيها مشاعر تهز فيها ضحك فيها كشف حقائق وهم الآن خرجوا المفضل يوحون زاو أو وانو ما بيه فلاشباك هذا ينتهي ما بيه ينتهي ما بيه ينتهي ما بيه ينتهي ما بيه ينتهي تصادم وان بيه يستصادم الحلقة هذه لازم يصير ترند اليوتيوب الحلقة أيضا لازم يصير ترند في تويتر وسؤالنا لطاقة مؤودة في تويتر لازم يصير ترند أنا واثق بالله سبحانه وتعالى ثم بكم متابعيني نقدر نخلي حلقة هذه 2 حلقة مخطط وعجب اللي راح تمهد لوامضات رحلة فرجة واشياء مثل ما كنت سويكم في الوامضات كنت أقول جيب لكم اشياء مظهرت في المانجا بعد سنة نص سنة ان شاء الله تبين في المانجا أنا أبدأ دخل تحدي مع نفسي الحين قد لا أنجح فعلا لأنها مجاود أفكار وقد أنجح لكن تسعدوني في التغريدة وفي الحلقة هذه وانتظروني الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى وفي نهاية يقول معي سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفق وأتوب إليك لنسوا نشترك في القناة لايك والشير أحبكم شوفكم على خير